اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائل المشاهدين تعادل النادي الاهلي مع نادي سموحة في الدقائق الاخيرة بركلة جزاء صحيحة 100% بيتعادل النادي الاهلي ليضيف نقطة على 48 نقطة ليصل لنقطة 49 اهداف المباراة تقدم نادي سموحة من ركل الجزاء من شوطة الحقيقة قوية جدا ولكن احنا برضو هنتكلم كتير النهاردة مع كابتن ناصر عباس على هذا الهدف ثم الفار يتدخل لاحتساب ركل الجزاء واضحة وصريحة 100% للنادي الاهلي ليتعادل عمر السلية للنادي الاهلي ويخسر النادي الاهلي نقطتين ويتعادل مع نادي سموحة كابتن فتحي كابتن شريف كابتن اسامة اعتقد تعادل يعني ممكن نقول عليه ايه ممكن نقول خلاصة الاسبوعين اللي الاهلي لعبهم مع سانداون سواء داخل او خارج هو ده رد الفعل اللي بان واللي احنا قلنا عليه قبل كده وقلنا فتلات الراحة وان احنا جايين وتغيير توقيت اللعبين في المباريات قلنا حاجات كتيرة ناس اللي بتحط الجداول لابد ان تراعي ان دولها ببشر ان اللعيبة دولها ببشر ان اللعيبة دولها مش آلات مش ان انا حط جدول وخلاص هو عاوزه يمشي مش حيمشي طب ما هو انت عندك بكرة تأجلت اربع متشات ما تأجلت لان فيه ظروف طرقة جات لك يبقى في نفس الحكاية عندي ظروف طرقة للنادي الاهلي ان النادي الاهلي لسه جاي يوم لتنين ما لعبوش يوم لاربع ما فيش منطق يقول كده ما فيش اصول تقول كده انا مش بتحجج لان النادي الاهلي لكن تشعر ان النادي الاهلي مش 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 قادر بعيد كل البعض عن اعداده النفسي وروحه الموجودة اللي هي بتأثر فيه اي فريق اخر لكن اهل التسعين لازال اهل التسعين ان هو بيلعب لغة اخر دقيقة لغة اخر ثانية هل تلعب بعشرة لعبي طرد له لعاب وبتلعب بعشرة وجات لك الفرص بعدين ما اقولش ان فيه فرص جات لسموحة طوال التسعين دي غير الكرة دي اللي تشاطت لش النووي بنتها بس يعني فيش فرص تانية فيش امكانات تانية لكن اقول ان فيه فرقة مجهدة في فرقة مش قادرة تشيل رجلها مش بمزاكها الظروف اللي حطتها في هذا الموقف ظروف الضغط العصبي للمباراتين غير الضغط البدني للي لعبه هتقولي ما فيه لعبة ملعبوش بس مضغطين عصبيا الضغط العصبي ده مهم جدا انه هيأثر على اداء اللعبين سواء عفوا سواء في التمرير سواء في الاستقبال لو نشوف الكرة مش قادرين نحتفظ بالكرة على الاقل عشر اتناشر نقلة اللي هي لعبة كرة القدم اللعب النادي الاهلي سواء في التمرير تمرير مش مزبوط او في الاستقبال الاستقبال مزبوط لان الجهاز العصبي اكتر من لازم مضغوط فحساسية لعب الكرة غير موجودة بالاضافة الى تحرك اللعبين كجماعة مفيش تحرك الجماعة اللي احنا تعود على النادي الاهلي برضو نتيجة الاجهاد نتيجة انك بتلعب في وقت غير الوقت اللي تعودت عليه نتيجة ان انت ما نقولش اللعب فلان او كان مفروض يلعب فلان بدل فلان لا كل دي اجتهدات لكن لما هتقابلك انت في البطولات كل فرق انت عندك لفر برون ما فيه ما تشت بيخسر وبتعادل اه مش شرط ان انا النادي الاهلي اكسب جميع المباراة ومش شرط ان انا اه اتعلم مش انا اتعلم اللي بيوضعوا الجداول يتعلموا انهم يحطوا جداول عشان يدي كل واحد حقه اه التحكيم انا مش هتكلم علينا عن الكابتن ناصر موجود هنا مع الكابتن اسلام حيقوله عليه لكن انا بقول اللي حصل للنادي الاهلي نتيجة لعشرة ايام او بالزبط عشرة ايام سابقين لهذه المباراة ودي النتيجة اللي احنا شايفينها فرقة مسترياحة اللي هي فرقة سموحة بل عشرة ايام بيقدر يعد كويس كابتن حمد عدهم كويس نظامهم كويس لفرقة مستهلكة مستهلكة ايه مش بمزاكهم ده مستهلكة بدنيا لا نفسيا لانه ضغوط العصبية اللي بطولة افريقية اللي يشعر بيها اللاعب ويشعر بيها المدرب اما المشاهد مش هيحسها قوي فانا بقول للسادة المشاهدين دي الضغوط العصبية اكتر من الضغوط البدنية الضغوط العصبية جهاز العصبي هو اللي بيسيطر على الجهاز العضلي هو اللي بيسيطر على انك تمرر صح او تستقبل صح. وده اللي كان فيه النادي الاهلي نقص النهاردة لهذه الاسباب. طيب كابتن شريف النهاردة المباراة الحقيقة الشوت الاول الاهلي لم يكن جيدا لأسباب كثيرة جدا ذكرها كابتن فاتحي نصير. وحتى مع الطرد الحقيقة طرد رمي ربيعة الاهلي انا بشوف ان هو بعد الطرد افضل من قبل الطرد بكتير. هو ده الاهلي دايما بيبقى تحت الضغط تحت الشكل اللي احنا بنشوفه من زكاة ضغوط من طرد من قرارات عكسية من غيابات مؤسرة كمان في اللاعبين الحقيقة يعني عندك اكتر من لعب مؤسر في الفريق اضطرنا ان احنا اللاعب ناس مش في مكانها حتى من الاقافات كل موضوع كل دي الغيابات المؤسرة اللي على الفريق كله فانتا لنهاردة بالمناسبة يعني اللي هي حاجة بعد الماتش لا الطرد ولا تعمل له حاجة بيسلبك حرية التدوير حتى انك انت تقدر تعمل شكل تعويدي لأي حد بيبقى غير موجود في الملعب وانت بقى لك فترة معتمد على اسلوب على شكل على تعاون بين اللاعبة كلها وتحركات النهاردة زي ما حديك اتفضلت وقلت حالة الجهاد عامة موجودة التحركات قليلة جدا اللاعبة كلها عايزة تدي الحقيقة فيه لعب النهاردة انا يعني الحمد لله اللي هو عام رسولية النهاردة انا حاسس انه هو يعني بيعمل فوق طاعته احمد فتح احمد فتح ديانج النهاردة من اول ماتشاط الماتشاط الوحيدة اللي انا بشوفه الميز باس كتير عنده الرؤية بطيئة ما اقول لي يا كابتل لانه التفكير الزهني او زهنيا هو يعني الله يكون في حونهم برضو ديلي عنده تأخير بيعمل ديلي في التفكير نفس الشكل احنا النهاردة لما كان عندنا شكل هجومي يا اسلام تاني تايم كان برضو بعد التغييرات كانت ممكن تبقى مؤسرة اكثر من كده يعني ممكن احمد اه افشا يفضل شوية مع وليد سليمان عندهم كرة كابتل يقدروا يبنولي هجمة عندهم فكرة تاني يدي مساحة لوليد سليمان يفكر اعتقد ان كان ممكن ينزل مكان الشيخ ينشط الحتة دي مع التغييرة اللي عملها الاخرانية بتاعت محمود وحيد فكان هيبقى عندك الباكب عندك الدفع حتى وانت عشرة ده اسلامة بتقول عملنا الشكل اللي احنا نظر فيها وقت نجيب بول نظر نصوب على الجول ده كلكم وانك انت بتلعب مع ناس بتحكم الكرة لا غير الفار اصلا راجل نسي ان فيه فار اصلا ده بيدي هندبول برة التمنتاشر زي ما هو عايز يعني هو بيحكم زي ما هو عايز الكرة عمر السولية وحنشوفها مع بعد الفتر التحكمية عندنا كلنا شايفين راجل بيطلع الكرة والتاني والتاني يعني بتفرج على المطش والجميلة او الشوطة حلوة اوي وجميلة جدا وراجل عمالة عائلة بس دي لو كرة سليمة مولا دي بناخد الفاول بتاعنا انما هو ما عندوش الاستعداد ان هو يديلك هو فرحان ان اه النادي الاهلي زي ما يكون شكله كده اه النهار ده يتعادل او يتغلب او او هتبقى واقفة لا يا جماعة منفعش كده اللي بيحصل ده منفعش والله العظيم ثلاثة يعني احنا نادي ما احنا بنتفرج حتى نحس بالفير بلايه بقى حتى مع البر اللي طلبنا بيه يعني لولا لولا الكرة دي يعني انا معرفش يعني الراجل بص شايف الراجل ميت في الارض وهو ما روش دعا بيه ما هو مش عندو استعداد ان هو يديله القرار حتى ان هو يديله حقه فيه او يشوف ايه الفاول فين اربع خمس كرات عكسية بيحسبها فاولات عكسية يعني خلاص النادي الاهلي هو اللي بيسمح بكل ده الحقيقة الاجهاد اللي سمح بكل ده الحقيقة النهار ده انا كنت حاسس بالكلام ده في اول مباراة وحسيت ان انا كان لادم انا عندي اتنين فراوضة النهار ده ببتدي بيوم المباراة مش عشان حاجة الحالة اللعيبة اللي عندي محتاجة دعمة اكتر من جدا محتاجة ان انا جازف من اول مباراة مجازفش في اخر مباراة وبعدين يبقى يحصل اللي يحصل انها الحمد لله قدر لهم مش عشان فعل انا بشكر اللعيبة انها في اخر ثانية ما حصلتهاش هزة نفسية ووقفت تالت تباصي بس الكرة فيه فرق كتير اوه ما بتملوكش بعد الاجهاد ده كله انهم يعودوا بالمباراة ولو فيه وقت تاني اعتقد ان احنا كان ممكن يبقالنا اه شكل جوا المباراة ونقدر نكسابها ايه كابتن اسامة شفت ناحية الهجومية ازاي النهاردة في النادي الاهلي يعني زي ما كباتين قالوا كباب نبارك للنادي الاهلي على التعادل النهاردة انك بتاخد نقطة في ظل الظروف اللي كانت قبل المباراة سفر وعندك ضغط عصب كبير مباراة سانداونز وكمان غير الضغط السفرية اللي كانت طويلة جدا يعني انت بتجي من اقصى جنوب الكرة وبتلعب مرن تمرينة وبتلعب المباراة النهاردة في ظل كمان عندك اصابات لعبة غابة النهاردة كانت مؤسرة في ظل لعبة كانت بتلعب النهاردة كانت لعبة المباراة اللي فاتت تسعين ديئة زي احمد فتحي زي عمر السلية زي ديانج ما بخلوش النهاردة بأي جهد ففي ظل الظروف دي كلها النهاردة بنبارك للنادي الاهلي على النقطة يعني سموحها النهاردة مانوش اي فرصة على مرمى النادي الاهلي في ظل ان سموحها كان مريح بقاله فترة كبيرة والنادي الاهلي هو اللي عنده الضغط. فانت افضل الظروف كلها. ده بشكل دفاعي جيد على الاخر. هو ده يعني الطريقة اللعب بيها. كان بيقفل الاطراف. كله بيلعب على كرة وبلعب على المرتدات. حتى المرتدات ما شفناش النهاردة غير الكرة الوحيدة اللي راحت لمحمد الشناوي. محمد الشناوي هي اللي كانت تزيدا برا. وكرة دي لو رجعنا ليها تاني واللقطة عند آآ ساميرا وكاشة يا ريت عدها لنا. ويجيبها لنا كمان في الاعادة. لو عندك ساميرا ريت تجيبها لنا في الاعادة. النهاردة الكرة دي فيها فاول لصالح عمرو السلية بعد التزديدة. يعني انا قبل التزديدة. قبل التزديدة. دي من اول اللقطات يا ساميرا انا عايز لقطة الهدف. لقطة الهدف في الاعادة. اه. لما يوصل ليها. حاضر. هيجيبها لنا. النهاردة الفار انصف. النادي الاهلي ضد محمد عادل. محمد عادل النهاردة كان متعنت في قراراته ضد الناد الاهل. معان محمد عادل يعني دايما من الحكام اللي احنا كنا بنشيد بيه. طيب. يعني هل انت كيف هلنا في العادة. في العادة. اه. هنا الكرة بص عمر السلية هو لاخده. بص هنا لعب سموحة بيلعب ايه? لعب سموحة بيسدد ومشاطش الكرة ده شايط? بطن عمر السلية او جنب عمر السلية. محمد عادل شايف الكرة والكرة قدامه متر. هو بقول على الكرة. طب من اللاعب الكرة هنا. عمر السلية. يعني اذا لعب سموحة ما لعبش الكرة. وهو بيسدد جنب عمر السلية لعب سموحة. لازم الكرة دي تحتسب فاوي اللي صالح لعب الناد لها لعمر السلية. وكان لازم يرجع فيها محمد عادل لقرار الفار فيها. عشان يرجع ان هي دي الكرة اللي تم احراز الهدف منها. فعشان كده بقولك النهاردة حتى في اللحظات الاخيرة الفار انصف الناد الاهلي ضد محمد عادل. محمد عادل كان من السنة فاتت من الحكام المميزين. السنة دي للأسف في مباريات كتير بيمر بظروف صعبة او كرارات صعبة. ومستوى السنة دي تأخر عن السنة اللي فات. يعني شايف الكرة وسامير عمالي عدة. واب جنبها. واب جنبها. واب جنبها. حتى لو هي احرز الهدف. الفار بيقول له. لازم يرجع للكرة. ان كان فيه هناك ضربة حرة مباشرة. صالح الناد لأهلي قبل احراز الهدف. وبالتالي يلغى الهدف. اول هفتايم يا كابتن فاتحي. مدي دقيقة وقت ضايع. هنرجع. كرة جات لي بقى كرة جات علينا. اه. فضل مماشي الماشي لغاية تلات دقيقة وقت ضايع عشان كورنر يتلعب يا جوز. يخش جول. لا ده كميرا. اه. واول ما انت هتاخد الكرة وتيجي تعمل كونتر يروح منصفر. اي فاول اي فاول بيجي بعد ما سموحت حسب لها الجول ده. بيلعبه في تلات اربعة دقيقة. ويعد. ويرجع اللعيبة. ويكلم اللعيبة. ويعمل اخد تلات دقيقة في كل في كل فاول. النقطة انت بتقولها. في كل اه. الشوت الاول. ضربة ثابتة. الشوت الاول حسب دقيقة دقيقة واحدة وقت ضيع. لعب بعد الديقة بعد ما انتهت دقيقة وعشر ثواني زيادة. طيب الشوت التاني ترفع خمس دقيقة. من خمس دقيقة تلعبت دقيقتين بالزبط. ووقفت في ركلة الجزاء. وقفت لما طلعت شوف ده كل وقت مستهلك ما لعبتش من الخمس دقيقة. فالنهاردة بقول لك محمد عادل اسف من اسوأ المباراة اللي قدرها كانت مباراة النهاردة. برغم وجود الفار. احنا قلنا مع وجود الفار المشاكل هتتحل. التحكيم هيبقى افضل. لكن الاسف اللي احنا بنشوفه. لأ يعني التحكيم مازال لسه. مازال لسه برضو في بعض العيوب وبعض التقصير وبعض المشاكل اللي هتواجهنا. وهنشوفها خلال فترة جاء. ان اللي قاعد على الفار واللي بحاكم هما برضو نفس الحكام. فبرضو نفس المشكلة. خلينا نبدأ عن الفار ونبدأ على الكلام ده. نشوف تحضير النادل اهل المباراة. النهاردة التحضير او بداية المباراة ما كانتش جايدة برضو من لعبة النادلها. كان واضح. عشان اه يعني احنا زي ما بنتكلم ايه اللي لنا لازم نتكلم ايه اللي علينا. مزبوط. قلنا فيه جهات خلال السفرية كان فيه ضغط عصبي كبير خلال مباراة صندوق. وانت كنت بتحضر مباراة كان فيها ضغط عصب كبير ولها توابع السنة اللي فاتت. كنت اتمنى النهاردة وانا قلت لك في بداية التحليل بتاعنا قلت لك النهاردة مباراة لازم يكون فيه تحضير زهني كبير للمباراة. تحضير الزهني مهم جدا. النهاردة كان التحضير الزهني قليل. ظهر في بداية المباراة. في الكرة حتى اللي شاطها لعب سموحة ومحمد الشيناوي بدأ يعني خد بيد واحدة. خد بيد واحدة وراحت كانت ممكن تكون فيها خطورة. فيه لعيبة في الناد الاهلي برضو. واحنا بنقول الكلام ده احنا عايزين مصلحة اللعيبة. وعايزين الفترة الجاية تبقى احسن. هوجه رسائل اللعبة معينة. يعني النهاردة لعب زي احمد الشيخ. احمد الشيخ بقى له فترة مريح. مباراة سانداونز اللي الاولى مباراة سانداونز التانية في جنوب افريقيا مريح. النهاردة عندك مباراة وانت مريح لازم تبقى بدنيا قتال في الملعب روح لازم تكون اعلى من كده. يعني احمد الشيخ نفسي النهاردة يتفرج على وعمر السلية اللي بيلعبه خلال الفترة اللي فاتت. احمد فتحي. وانا هجيلك واحمد فتحي. عمر السلية وديانج اللي بيشاركه فترة اللي فاتت بصفة مستمرة. شوف الجري. شوف الروح. شوف القتال. شوف الاتحامات. نفس الكلام احمد فتحي. في دلوقتي احمد فتحي منتكلم في لاعب عند 24 سنة. شوف القتال بتاعه. شوف الروح. شوف الجري. هو ده. اللي مفروض يا احمد الشيخ لازم تكون دايما عليه. في مباراة الناد الاهلي. سواء مباراة الرسمية. ما ينفعش ان انا تظهر في مباراة. وتقل في مباراة تانية. لا لازم دايما مباراتك مع النادل ههه تكون بنفس الشكل. برضو مراوان محسن. انا باتكلم الكلام ده انا ما منتقدش اللعيبة بالعكس. احنا هنا قناة النادل خيط دايما بنسند اللعيبة وندعم اللعيبة. وبنسندهم ونوقف جنبهم. بس محتاجين اكتر منهم. من مراوان محسن من احمد الشيخ من محتاجين اكتر واكتر ان الفترة اللي جاية احنا الحمد لله يعني الدور انت فارق فيه وعندك فيه اريحية لكن احنا بنتكلم عشان الفترة اللي جاية الفترة الجاية مهمة جدا عندك مطولة دورية عندك مطولة كاس عندك مطولة افريقية كل الجماهير بتستنى وكل الجماهير بتستنى كل لاعب فلازم دايما تكون لك بصمة في كل مباراة احنا ببنعبش على الحاكم ده احنا بالعكس احنا بننتقد برضو لعبتنا وبنقول على السلبيات اللي علينا وفي رغم ده كله فيه ايجابية نادي الاهل النهاردة وهو مطروض شوف الروح بتاعت اللعيبة بقى شوف النهاردة انك انت عايز تتعادل شوف انت ناقص وعندك رمي ربيعة اه اتطارد النهاردة لكن اللعيبة وانت بتلعب ناقص في روح انك انت عايز تعاوض والحمد لله ظهرت في السهوان الاخيرة شوف اليوباجي وهو نازل النهاردة لا يعني اضاف مع التغييرات بتاعته نزل محمود وحيد في الوقت الوليل بدأ يعمل جبهة وبدأ يعمل خطورة ففيه لعب النهاردة برضو برغم الحالة اللي كان على الاهلات النهاردة فيه لعب النهاردة اجهادت برضو شكل كبير طيب كابتن فاتحي كيف ننظر للايام القادمة لانه احنا عندنا مباراة يوم السبت ما عرفش بقى هل من الممكن ان تتأجل ولا لا ولكن بسبب الظروف طبعا حالة التقس لان خميس جمعة سبت الامور هتبقى صعبة جدا بدليل ان الفريق الحقيقة او اتحاد كرة القدم اجل بكرة اربع مباراة ولكن مش عارفين مهم خلينا نتكلم على اللي موجود ما هو القادم شوف يا كابتن اسلام يعني تكمل عشان برضو احنا عاوزين نتكلم مش بتكلم للنادي الاهلي انا بتكلم بالعموم لاي فرقة في العالم مش مش النادي الاهلي في الهرم احنا مثلا نفسنا سؤال الهرم لو كان قمة قمة واحدة الهرم لو قمة واحدة مفيش هرم لو قمتين مفيش هرم لو قمتين والهرم عندنا قمة واحدة النادي الاهلي وصل لقمة الهرم في الاسبوع بتاع مدى الالتزام ومدى الاعداد اللي بيقول عليه كابتن اسامة الاعداد النفسي والاعداد البدني والاعداد الزهني والاعداد ده انت وصلت للقمة اول ما توصل للقمة توقع ان يبقى لازم تنزل ما تقدرش تحافظ على القمة دي لمدة شهر مفيش مفيش قمة تقعد شهر مفيش قمة تقعد اسبوعين انت بالزبط خدت القمة من المباراة الاولى والمباراة التانية وصلت القمة لازم اوتوماتيك بعديها انت بتنزل ثم هتطلع تاني فدي عايزة تلات اربعة ايام عشان يحصل الكلام اللي بيقول عليه كابتن اسامة الاعداد الزهني والاعداد النفسي لللعاب البدني لأ بدني عشان يفوقه كل ده عشان انا بتعامل مع النفسي البشرية بتعامل مع اللاعب فاللاعب ده عايزة اعده نفسي الحق اعده نفسي ازاي انا مرنته مرة واحدة ده انا جيه لاتنين مرنته التلات تمرين خفيف لعبة الاربع ازا هنا الفقرة مش انا اللي بقولها العلم اللي بقول الكلام ده ان مفيش حرم لقمتين وانت وصلت الهرم وصلت الطب هتلي اي فرقة في العالم متوصل الطب بتيجي بعدها لازم تنزل شوية النزول ده وارجع تاني كان مدرب انا بقى ارجع تاني اعدهم ذهنيا واعدهم نفسيا للمبرارة القدمة في الحالة دي اقدر ان انا حسيبهم لكن هم اتحطوا في الموقف ده تقول لي طب هل كان ممكن يعملوا احسن من كده لو تعاد الماتش اكتر من كده برضو نفس النتيجة الظروف ما تغيرتش الماتش انت لسه لعبه السبت بدغوط وضغط واعداد نفسي واعداد ذهني واعداد بدني وحنوصل افريقيا وهنوصل الحمد الله تحقق الهدف لازم بيحصل استرخاء ثم فوقان تاني الفوقان ما يلحقش ما يلحقش في يوم اللاعب يرجع للمكان وانت كنتوا لعيبة كلكم يعني تلاتة ما شاء الله سواء كابتن اسلام كابتن شريف كابتن سواء انتوا لعيبة هل انت بعد ما بتكون ضغط مضغوط مضغوط وبعدين بتفرح انت بتفرح بعد الفرح ده يعني لازم هتنزل شوية بدليل الجول اللي جي فينا مسلا من علش مش هخرج على الموضوع الجول اللي جي فينا في لان احنا فرحنا اول ما جيبنا جول فرحنا ما كملش الخمس دايق هي لو كان مئة عشر دايق ما كنش خلاص الفرح بيضيع لكن في خلال الفرح تشتيتك وتركيزك الزهني بيضيع فتنسى واجباتك الخططية بيخش في الجول فاحنا عاوزين تلاتة اربعة ايام دلوقتي احنا عندنا امبي يوم السبت اذا يوم السبت القادم ان شاء الله لو الاتحاد ما اجلهاش لكن حقدر النهاردة وانا النهاردة لو ما اجلهاش بسبب الظروف المناخية المناخية اه لا دا في حاجة تانية كافتحة كابتن اسلام يعني النهاردة هتلي لجنة مسابقات في العالم كله انت بتلعب السبت وفي اقصى جنوب القرى تيجي عشان تلعب الاربع والفرح اللي بتلعب الجمعة سفر ساعتين او تلات ساعات تيجي تلعب الخميط هتلي لجنة مسابقات في العالم غير لجنة الجنين والزناتي. استحالة. لو مسكت اي جدول في العالم. استحالة تلاقي الفرقة اللي سافرت تمن ساعات والعشر ساعات. فاقصة جنوب الكرة. وبتلعب مباراة. وتيجي هي تلعب الاول. والفرقة اللي ريحت ومعندها وقت راح اكبر هي تلعب البعضية. في الوقت ايه? ان الفرقتين اللي انت حتلعبهم رايحين. يعني ما اقولش عشان ما اربطش الفرقة التانية انها السبب. لا يعني اربط انا بالفرقتين اللي كانوا برا. الفرقتين اللي برا. واحد لعب اه مثل يوم جمعة واحد يلعب سبت. مش ممكن ارجع على السبت يلعب قبل الجمعة. الجمعة قبل السبت. فمفروض الجمعة يلعب. كان مفروض كده. واحنا كنادي. مفروض العكس يعني. هو هيقول لك انا عملتها كده ليه? عملتها كده عشان عاوزك تلعب يوم السبت. تلعب يوم السبت ماتش اه انبي اللي هو مؤجن. يعني تبص وبرضه ماتش انبي المؤجن انت لما بتلعب السبت وانت لعب النهاردة الاربع. خميس وجوه يعني انت بتاخد خميس وجوه مع يومين اتنين. مفيش حاجة في العالم تانين وربعين ساعة. انت بتلعب بطولات كاس العالم. بيديك اتنين وسبعين ساعة. بطولات كاس العالم. مش اللي هي مقياس لنا. عشان تلعب ماتشات كتيرة. يبقى انت جاي مجهد. وجاي تعبال. وتيجي تاخد هنا. ما تقس ليش انا لعبت الماتش السبت. وملعبك يوم الاربع. يعني مديك يقول لك الحد والاتنين والتلات. فمديك تلات يام. لا يا حبيبي. انا جيت هنا في هذه البلد امتى? انا. انا بس فجل الاتنين. بس فجل الاتنين. يعني انا يوم الاتنين جيه. يبقى انت اديتني يوم واحد راحة. يعني هما بيحسبوها بمهدورة الاسف. اللي بيحسب لهو واحد. كورة. سواء يعني مارز الكورة هيعرف. انه مش موضوع تلات ايام ارقام. هما بيحطوا الجداول ارقام. انا جاي. وهي اللايحة كمان يا كتفاتحي. قبل بطولات افريقيا مع دوري. اربع ايام. مش تلات ايام. مش تلات ايام. يعني انت. ما هيقول لك بقى حد واتنين وتلاتة وتلعب الاربع. لا. ما هي كده يعني. هو الاربع ده الراحة من هلعب يوم الاربع. مم. انت انت هتلعب. وبعدين اللايحة تقول ايه. انا في فرق بان انا جاي من جنوب جنوب افريقيا اه كمانت. اخر القارة خلاص. اخر افريقيا بعد كده ما فيش. بعد افريقيا المحيط. بعد المحيط. تخش على امريكا الاتينية. اه. يعني في حتة تانية خالص احنا. انت هزا هزا الوضع. طبعا في الراحات اللي هي متزبطة. وليه متركب ده عن ده. انا باتكلم بفكرهم. باتمنى. بس واحنا قلنا وهم معزورين. معزورين ليه? لانه هم نتحطوا في هذا المكان. احنا مش احنا اللي جامناهم. ولا هم اللي جابوا انفسهم. اللي جابهم حطاهم. بس ماخدوش الخبرات. اللي ممكن تساعدهم في مثل هزي المواقف. احنا تحطين في هاد الوقت. فانا بقول ان شاء الله بازن الله. حنستعد اليوم السبت. مش موضوع كده. الاعداد. الاعداد النفسي للعيبة. اللي بقول عليه كابتل لسامة. هو على حق فيه. بس احنا قلنا ليه الرجل ما قدرش يعمله. قدر اعمل ازاي انا. انا لسه كنت من يومين. بطلعك وبقولك بطولة افريقيا وطلعتك الجبل. مش ممكن هنزلك مرة. لازم تانزل. وهرجع تاني اطلع. ده مين اللي بيقول العلم. لرأيي ولا رأيي حضراتكم. طيب اه كابتن شريف اه بشوت اول اقول ان هو شوت عادي الحقيقة من اه النادي الاهلي. اه من الناحية الفنية اه ايه رأيك? اه نحية الفنية انا كنت بطلب قبل المطش ان يبقى عندي انياب هجومية. ايوة. حتى لو انت اسلامي. تسألك السؤال ده عشان كده. اه. انا حتى لو انت ما عندكش نعيبة النهاردة كتقدر تتحرك لبعض ويقدروا يعملوا المسلسات اللي احنا كنا متعودين عليها. اللي هي كان بيبقى في الشكل اللي انا بعمل الوقت والباص التحضير كنت بتلاقي بتاعك هو بتاعك. فبتعملوا الكرة عرضية فبيعمل عرضيات بزيادة عددية. انا ما عندي زيادة عددية النهاردة موجودة خالص اول طايم. حتى اللي ما بتعمل كرة طويلة مفيش غير اه مروان اللي واقف لوحده. لما بقى لك شكل باتنين فراودة. وانا وانا بقول قبل المطش ليه كنت عايز اعلعب بالشكل ده. اجازف والعب بالشكل ده ليه? اضحي بحد انت ضحيت به تاني طايم من نص الملعب. اضحي باحمد الشيخ مثلا. ويبقى هو اللي موجود جنب عمر. ويبقى احنا بنلعب باربعة تلاتة اتنين. كوي? هو ده الشكل اللي احنا كنا عايزين نبقى بنوصل فيه ليه? لانك انت لو دنيا قفلت معك اجهات كده. لازم نتكلم فنيات كرة بقى هعمل انا ايه? هحضر بكرة طويلة الراجل ديانج ده بياخد كل الكرة العالية. لامروان. وبيعملوا حالة بينهم وبين بعد تفتت التمركز اللي معمول من بتاع سموحك. يعني لا فيه تفندر هيهجم عليك. وانت عندك اتنين فرازة وانت تعلم الكلام ده كله. اه استاذنا الكبير. يعني عندنا اتنين موقفين خط بحاله. يملوكوا السرعات. يملوكوا الهيدرز. يملوكوا كل حاجة. يملوكوا التواجد لاي عرضيات جاي من محمد هاني او من اي من اشرف في الزحف اللي كان بيحاول يعمله. والزيادة العدادة اللي كان مش لقيها من نص الملعة. فكان هو بيحاول يعملها في اول هفتاين. ما عندوش. حتى مروان كان بينزل يا اسامة لغاية الباكرايت ساعات ولغاية الباكليفت ساعات وسايب المنطقة بتاعته تماما. انما لو في سابورت وانحنا زي ما قولنا ايه مش عايزين نوصل ان احنا نلعب في الهفتايم التاني بالاتنين فرازة. طب ما لمن الاول. وده مش تعقبا على الجهاز الفني لأ. هي دي الامكانيات اللي احنا شايفينها على الورق عندك استغلها كلها. دخل بطش جوا الحكاية. دخلوا تحت مسئولية. دخلوا اه مطالبين منك شغل النهار ده شكل واحد اين تلاتة اربعة. يعني هتلاقي الحكاية باديانك بالنسبة اللي هو السؤال بتاع اسلام. طب وبعدين يوم السابت هنعمل ايه? يوم السابت هنكون استفدت النهار ده من الشكل بتاع التاني هفتايم ده. انه هو هيقدر يعمل حالة تعودية. هيقدر يركز بقى يشوف ايه? الحالات اللي انا اقدر تبقى بديلة بالنسبة لي تاني تايم. مش الحالات اللي هي الاساسية بالنسبة لي. اساسية بالنسبة لي. البلايرز اه مروان اه باجي مروان انا مش بقولك مروان اهو مروان عشان باجي موجود كويس. اه وليد اه اه سولية ديانج اه هفشة. هما دول اللي عدتوا الكرة اللي انا اقدر اهدت بيهم اي حد في العالم. اللي ان شاء الله يلعب لي نصف ساعة خمسة اربعين دقيقة. دول هيخلصولي الجيم. هيعرفوا يعملوا بشكل الضغط على الفرق. ويملكوا كلهم دفاعيا وهجومان الحقيقة. ولما بيركزوا بيبع عندهم النيرف والروح وكانا. بيعوضوا الاسلام في اي وقت يعني. فهو ده الشكل اللي احنا كنا بنتمناه. الراجل طبعا بالحالة الارهاق ما هو بنا ادم زي اللعيبة يعني. هو بيشوف انه هو عايز كرة واحدة من احمد الشير. كرة يخلص بيها الماتش. اه افشة. كرة انا تعلمنا كده ان كل لعب فينا لو لعب كرة واحدة صح في المباراة يخلص جيم. فهو بيعمل كمدير فني في كل لعيب بينزله. انه هو شاف منه قبل كده حاجات على راس 18. اه حسين الشحات ده عمل شكل كويس قوي في المباراة اللي قبلها. النهاردة كان لازم يكون عنده النيرف وتحامل المسئولية. لما يبقى فيه لعيب. اه ليه صيت وليه اه شكل في الملعب. هو اللي بقى صاحب انه يخلص المباراة. ما بيستناش انا اعتمد على اي حد تاني. يبقى عند النيرف وبدوس وبعد يبقى واخد دوار بالجزاء والعب بالعرضيات وابقى مركز متين المية. ده ان شاء الله بإذن الله في المباراة الجاية نتمنى يبقى موجود يعني. طيب اه عايزة نسأل برضو سامعا دور عمر السلية النهاردة واليو ديانج. يا صراحة يعني عمر السلية واليو ديانج. احنا بنشكرهم صلاح. يعني خلال الفترة اللي فاتت كلها بلعبوا كل المباريات بلعبوا التسعين ديئة. نفس الاداء نفس الروح نفس كمية الجاري. يعني النهاردة واحنا قلنا توقعنا ان عمر السلية وديانج ممكن واحد يريح فيهم على شر. الزبط. لا برضو هم حتى بيلعبوا هم اساسيين في ظل اللي جاد ده برضو يعني محدش يقدر يلوم عليهم قدوا اداء النهاردة جيد من خلال المباراة. كميات جاري كانت كبيرة كانوا متمسكين في وسط الملع. فلا النهاردة عمر السلية وقاليو ديانج آآ نقدر نشيد بيهم النهاردة. وزي ما بقول لك النهاردة لازم لعيبة اللي بتبدأ تدخل تاخد اجزاء من المباريات او يعني بتشارك اوقات آآ في المباريات لازم ياخدوا السلية لازم ياخد ديانج لازم ياخد احمد فتحي على مثال لهم على الروح والقتال آآآ جوه الملع. يعني عمر السلية في الكرة زي ما بقول لك اللي بتعطي الهدف اللي اللي جابها اسموحها كان واقف على تمنتاشر ومغطي في الكرة. وهي يعني آآ فاول صحيح للناد لها اللي هو نشوفها مع كابت ناصر عباس. شوف كمان السبات بتاع عمر السلية في ركلة الجزاء. يعني ركلة الجزاء اللي اللي حسابها محمد عادل غصبا عنه. يعني لولا الفار موجود كانش الناد لها اللي خاد حقه النهاردة. مش عايد يعني من انجازات الفار. يعني هو شايفة اللي انا لاحساس اللي عندي حنصي عندك انا مش عادي اها اика بالريه. بس انا اللي من يعني اللي احض Gentle. انا شايفة انا كنت شايفة. وجيه لك انا يجو. من الاول. شتيه الي奇怪. اسلام اكد لي يجيه تنولة بان فيل between. اه. انا ما خدش بالي منها خدت بالك لما لقيته في حسبها قلت الله بيحسب على الا길ه انا ما بصتش انها فاول. انا شايفها في الشوطة الاولانية ركل الجزاء. لان هو آآ لاعب نادي سموه حقه هو التمنتاشر يعني مالهاش حل. مش محتاجة النهاردة لو انت حتى كحكم عايش في المباراة وفي كل لعبة يعني بص بص هنا ورايد. خلاص. بص اللعيف فين بقى? مش محتاجة. لأ وكمان زاوية زاوية الرؤية بتاعته. زاوية الرؤية بتاعت محمد لقادي بص. يعني انا اسمح. انا ما شايف. انا ما بيديني زي ما تكون بيجاملني. بيالكلمة دي حموت وانا يعني بطفال. هو انت بتجاملني. انت بتجاملني انك بتديني هاند بول ولا ايه? انا مش فانت قدي ايا فين اطول. شوف مين اللي بيسدد الكرة. مين اللي بيسدد الكرة. عمر السلية. يعني عمر السلية هو كمان. لأ النهاردة عمر السلية لازم نشيد بيه صراحة على مجهوده وعلى ده بصل. عمر السلية هو 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 اللي مكمل وهو اللي بيسدد. كمان يعني مش رايحة عالية مسلا. كمان هدوءه. وانت خلاص يعني في السواني الاخيرة وجاي راكل الجزاء. برضو مش عايز تخسر. يعني بيضغر على التعادل. فبرضو النهاردة بتبين شخصية اللاعب. واحد زي عمر السلية. لا عمر السلية وديانجل نهاردة. يعني برضو لازم نشيد بيهم في ظل المباراة النهاردة. اللي كان ممكن يكون فيه لعيبه نهاردة كانت بيدعى مستوى. لكن نهاردة الاتنين ادوا اداء جيد. طيب اه اخيرا كلمات اخيرة لحضراتكم قبل اه ما نختم مع حضراتكم. كلمات اه كابتن شيء والواقع شيء تاني. انت بنتحبش تتعادل اه يعني. الستوديو بتاعك. كلنا. كلنا اه بس هو خاصة يعني. اه 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 انا تمنى ان النهاردة. لكن الحمد لله ان النتيجة لازلت ايه ان الاهلي لم يقصر حتى الان. اه. في بطولة الدوري. ودي حاجة. وان احنا طلعنا من هذه المباراة. انا بعتبرها مباراة عصيبة جدا جدا جدا. مش عصيبة لان احنا ايا كان كل فرقة محترمة وكل حاجة. بس ظروف فرقة الناد الاهلي. بعد ما طالعوا الهرم. صعب جدا تطلعهم الهرم تاني للقمة. وانت بتلعب فب تلطين. وتديهم الدوافع تاني. وتعد الاعداد النفسي. اللي بقول الكابتنسان. لا دمنا المحتاج. اعز لي تلات اربعة ايام. عشان ابدأ اعد اللعبة. واخسن منهم الماضي. وحضرهم للجاي. كل ده ما ينفعش فيه. عشان الناس عارف كيه اه كابتن كمان النهاردة. بالنسبة لي انا كمان. انا وانا قاعد بتفرج بالنسبة لي درس مهم جدا. العرف ايه كابتن. اه. ان السنة اللي فاتت مباراة سانداونز اللي اتغلبنا فيها وخرجنا من المباراة الاولى يعني. اه. المباراة الاولى دي كانت نفس ظروف الموتش بتاع سموحها ده. بمعنى ايه? ان انت كنت بتلعب لو فاكرين. قبلها. كنا بنلعب. لا مش قبلها. اتحاد. كنا بنلعب اتحاء زمالك. اتحاد. قبلها وسافرنا وصلنا قبل البعث. اه. تخيل حضرتك ان ده نفس الشكل بس في جنوب افريقيا. اه. لو تعرف رجعت تعرف لما رجعت لعبت مع مين? لعبت مع اه مصر مقصة. ريحت تمانية واربعين ساعة علشان تلعب مباراة سانداونز التانية عشان تعود. عشان تعود. ما انا بقول لك عليه لو تفتكر يعني سبحان الله يعني. اه. لما تيجي تفتكر السنة اللي فاتت حصل ايه? يعني بدل ما كنت بتلعب النهاردة كنت بتلعب سموحها. السنة اللي فات كنت بتلعب سانداونز. اه. اه. مطشين كل تمانية واربعين ساعة. تمانية واربعين ساعة. سافرت قبل المباراة تمانية واربعين ساعة. روحت. اتغلبت رجعت لعبت مع المقصة ونفس المقصة. الارض التقيلة اللي كانت موجودة في برج العرب جميع. في برج العرب المية. في الوقت يا كابتن بقت علم. اه. كرة بقت ثقافة. الكرة بقت. ما بقتش ان احنا سمك لبن تمر هندي اي حاجة وانزل ولعب. حط دمعة ده. ما بنلعبشش. ما بنسوقش عربيات ولا بنلسوق خير ولا ولا جمال. دي كرة قدم. لازم يكون في الاحساج. ما بنقوله دلوقت كده. ايه. يشعر بالمنظم. وودي فرصة للمدارب. انا الحظل من المدارب ولا اللعبة مهما قدروا يا كابتن الاسلام. مش هيعملوا اكتر من اللي عملوه. مش قادرين. اللعب مش الدوافع. انت كنت لاعب. انت خلق. الجهاز العصبي مستهلك. طالما الجهاز العصبي عندك مستهلك. من الضغوط. انسى انك تطلب منه. صح. صح. ولا استلام صح ولا الشوطة صح. كابتن شريف. انا النهاردة بس عايز اقول على نقطة. كويس قوي انك انت بتلعب ضد فرق كبيرة زي سموحة الحقيقة. الفرقة كويسة جدا محترمة جدا النهاردة. طبع. مدارب محترم النهاردة قاري جيم كويس قوي. قدم امكانية كلها اللي عنده. فده لازم يتضف حالة ارهاقك انت بتقابل كمان. بتقابل فرق. يعني الفرق وقف على رجليها. الفرق تقدر تروح لجوه. الفرق تقدر تعمل اي حاجة. فبق يعني لعيب السموح النهاردة كل التقديد لهم. مش عايز اقول لهم غير ان انتوا عديتوا اللي عليكم مية المية. بس. اللي انا بتمنى بقى الفترة الجاية. ان احنا هنقابل كل الفرق بنفس الشكل. هتعندك المباراة قادمة. لسه مغلوب من الفرامدزو عايز. اه. مش هتشعابل نفس الروح دي في كل الفرق. فده يمكن فيه حاجات مستفادة النهاردة. اه من المطش ده. اه طريقة الزاويوف يعني احنا ازاي ندافع عن اسمنا والهرم اللي بتجعل معليك بفتحي. ان احنا نبقى اكسر انيابا جوه الملعب. اكسر رغبة. نحن خلص الجنف في الاول. احنا ماش. حنوصل لسه للغاية ديها اربعين وديها خمس اربعين. نجيب جول لا. انا بتكلم على. تمام. من اول تلتي ساعة ده الرغبة بتاعتنا. الانطلاقات. اشوف اللاعبة كلها عندها يعني. عندهم الرغبة في ان هم ينهوا الحكاية. والموضوع التعادل ده او الازيمة. مش في دماغهم. فدي بتفرق كتير او مع اللعب بس غز من عنه الحقيقة النهاردة. كل التأدير لكل اللاعبة اللي حصل. كل التأدير لكل الناس القائمين على الفريق الحقيقة. وهر لك انه كنتو النهاردة ما حققتوش السلسنقاط في زل كل اللي اتعرض طوله يعني. كابتن اسام. يا ربنا يكون في فعون فايلر صراحة يعني سفرية. رجع على مباراة. بعد تمانية واربعين ساعة مباراة تانية. ربنا يكون فعونه في التدوير اللاعيبة وكمان الاصابات اللي عنده. لكن خلينا برضو نكون متفقلين ونحيي الجهاز الفني. من بداية المشوار الدوري انت بتكسب ستاشر مباراة. كان الجماهير على امال نات يعني تكسر رقم سبعتاشر مباراة او تحال سبعتاشر مباراة. لكن برضو بنحيي فايلر لعيبة على اداء المباراة اللي فاتت مباراة النهاردة الناد الاهلي انتصر اا او تعادل متعادلش مع سموحة تعادل ااا على محمد عادل وعلى لجنة مسابقات حطت الناد الاهلي في في ظل الظروف ده. اتمنى الناس اللي بتدير الكورة انت مش عايز تعارق الناد الاهلي في بطولة دوري او بطولة كاس. انت بص دايما للمصلحة العامة. ما لعبت الناد الاهلي هي لعبة منتخب مصر. لعبت الناد الاهلي هي اللي بتروح منتخب مصر وبعا كم اكبر من لعيبة منتخب مصر من النادي الاهلي لما توصل لعيبة النادي الاهلي لمنتخب مصر وانت عندك ماتشين موامين في شهر تلاتة في حالة اجهاد وآآ ده اللي حصل السنة اللي فاتت برضو وانصابات ممكن تستغنى على اللعبة طبعا عندك تلاتة موافين فانت النهاردة انت النهاردة بتضرب الكرة المصرية اتمنى ما تبقاش العملية لمجرد اهواء شخصية انا بحط مباريات من قبل من بس انتبوص دايما للمصلحة العامة تمام انا بشكرك شكرا جزيلا انا كابتن فاتح شكرا جزيلا انا كابتن شريف شكرا جزيلا انا كابتن اسامة هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل دكتور احمد ثابت واهم الارقام والاحصاءات الخاصة بهذه المباراة اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزيزي المشاهدين خلوني ارحب بضف في هذه الفقرة دكتور رحمد ثابت وأهم الأرقام والإحصاءات الخاصة بهذه المباراة زيكا دكتور ويعني تعادل يعني نشوف عايزة أسأل من وجهة نظرك شفت التعادل إزاي طبعا الحمد لله يعني أنا جاي في النتيجة مقبولة تعاود أصلا أقول مبروك فايلر والنادي الأهلي عاودونا بالذات في الدورة إن انت كل ماتش فوز فوز طبيعي كان هيجي يوم ونتعادل فيه وأكيد دي نتيجة مقبولة في ظل الظروف الإرهاق وانت راجع يوم الاتنين من السفر واتمرنت تمرينة خفيفة يوم الثلاث وبعد كده بتلعب ماتش يوم الظروف فده شيء طبيعي في ظل الإرهاق كمان بتلعب فريق محترم فريق زي ما قلت الحاج قبل المباراة إنه فريق عنده شخصية صاحب تاني أقل هزايم في الدورة بعد النادي الأهلي متساوم مع نادي الزمالك في رصيد الثلاث هزايم فقط فريق بيعرف يعني الشوت الأول بيستدرج الأمور وبيدافع ويحاول الشوت الثاني إنه هو يخطف بدليل إنه هو أهدافهم كلهم في الشوت الثاني يعني في الخمس مباراة تسجله خمس أهداف مع كابتن حماد صدقي كلهم في الشوت الثاني فده برضه فريق لا فريق يحترم ولكن أنا شايف النتيجة مقبولة في ظل الإرهاق خاصة كمان يعني التراجع الإرهاق والمجهود البدن اللي احنا بزلناه في الفترة الأخيرة الحاجة الثانية كمان ظروف المباراة الكارت الأحمر واللي حصل لو نحن نتأخر في النتيجة ونرجع لا فالنتيجة مقبولة جدا يمكن أنا شايف إنه ده أول تعادل بعد 16 فوز فايلر بيحاول إنه هو يدي فرص لبعض اللعيبة وبيرايح بعض اللعيبة يعني إحنا شفنا النهاردة مثلا دخول أحمد الشيخ كذلك حسين الشحات ومراوان محسن ما كانوش بدقين الماتش اللي فات بيحاول يعمل عملية الروتيشن مع عادة بس في الاتنين الارتكاز هم الوحاد اللي ما بيبدلوش أو ما فيش عملية دورة ما بينهم اللي هو أليو ديانج وعمر السلية النتيجة مقبولة يعني مش وحشة وأكيد كان هيجي يوم الكرة مش مكسب بس يعني مش هتفضل تكسب على طوط وكنا نتمنى أن احنا نكسر أكيد رقم مانويل جزيه ولكن أعتبر حاليا أنت دلوقتي تاني أعلى يعني التاني أعلى سلسلة فوز متتالي ده 16 فوز متتالي سنة مانويل جزيه كانت 17 فوز متتالي بالتأكيد هو النادي الأهلي وفايلر هم اللي عودونا دايما على المكسب النهاردة الأرقام بتقول أن النادي الأهلي استحوز على قورة 60% يعني أنت استحوزت على المباراة بشكل كويس 60% مقابل سموحة 40% عملت 478 تمريرة مقابل 303 لسموحة المحاولات رحت عجون أكتر يعني بكتير جدا يعني أنت عملت 16 النادي الأهلي عمل 16 محاولة منهم 5 صحة النادي سموحة عمل 5 محاولات فقط 5 محاولات فقط منهم 3 صحة يعني النادي الأهلي عمل 16 مقابل سموحة 5 محاولات يعني أكتر بكتير الدربات الركنية للنادي الأهلي ارتكاب الأخطاء سموحة ارتكب 22 خطأ مقابل النادي الأهلي 20 الكرات العرضية سموحة عمله أكتر 21 عرضية وده دليل إن كان كابتن حماد صدي بلعب 4 3 2 1 بيعتمد على الأطراف أكتر فعشان كده كانوا بيعملوا عدد عرضيات أكتر ولكن طبعا المحاولات أنت استحوزت على الكرة 60% أكتر وعملت محاولات أكتر 16 محاولة مقابل كمس محاولات لنادي سموحة في بعض النقاط في المباراة شايفة أن هي مميزة عمر السلية عمر السلية بصراحة رغم الإجهاد ورغم الإرهاق اللي بيمر بيه ورغم أنه ما بيخدش فترة راحة لأنه هو يستحق التحية بصراحة أقدم مباراة هيلة أرقامه مميزة جدا هو اللي يمكن هو اللي تسبب في ضربة الجزاء لصالح النادي الأهلي وحصل وهو اللي سجلها في وقت صعب جدا يمكن السلية النهاردة أكتر تاني أكتر لعب قطع الكرة في المباراة في النادي الأهلي 17 مرة ده أول رقم مميز ليه عمر السلية تاني حاجة أنه هو أكثر منقام بمروغات نجحة خمس مروغات نجحة تالت حاجة أنه هو أكتر لعب عمل تمريرات طولية في النادي الأهلي 19 تمريرة طولية وده كان دليل التكتل فكان عمر السلية دايما بياخد المبادرة وبيعمل تمريرات طولية أكتر بتوصل ليه 19 تمريرة طولية فده رقم مميز جدا وزي ما قلنا أنه هو تاني أكتر لعب قطع الكرة 17 مرة وفقد الكرة خمس مرات عمل تمريرات القسيارة 27 تمريرة صح من 29 ده رقم كويس جدا كمان حصل أكتر واحد حصل على أخطاء يعني يعتبر حصل على ثلاث أخطاء وتسبب في راكلة جزاء وحصل على راكلة جزاء وكان ليه محاولتين على المرمى منهم واحدة صح وبالتالي عمر السلية قدم مباراة يعني جائدة جدا وفي التوقيت كمان الهدف أنه هو يشوت ضربة الجزاء في الوقت ده عندنا برضو لعيبة مميزة في ضربات الجزاء عمر السلية واحد منهم هو كان سجل برضو من اللعيبة اللي سجلت في مبارات السوبر وبالتالي أنت بصراح عمر السلية استحق التحقيق على الأداء في الفترة الأخيرة وقدم مباراة ولا أروع كمان في مباراة سندونس يعني دي تاني مباراة عمر السلية بتفوق فيها بصراحة على أليو ديونج في الأرقام عمر السلية في الفترة الأخيرة تتويج لمجهوده النهاردة بيقدم أداء مميز جدا 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 ده بالنسبة للسلية تاني واحد بصراحة صلي على الحبيب كده أحمد فتحي بمية لعيب أحمد فتحي بسم الله ومشاء الله تحطه باك يمين تلاقيه تحطه باك شمال تلاقيه تحطه مساك تلاقيه النهاردة بلعب مساك مرة في الشوط كل الفترة الأولانية كان بلعب نحية الشمال في الشوط التاني بدأ يروح نحية اليمين لما ربيعة بعد كده لما ربيعة اضطرت بقى هنا بنلعب بتلاتة أربعة اتنين تلاتة وارا فكان أحمد فتحي بصراحة يعني عمل مباراة جيدة جدا النهاردة أحمد فتحي أكتر لاعب قطع الكورة في النادي الأهلي 21 مرة قدامنا الأرقام على الشاشة 21 مرة قلنا إن السلية 17 مرة أحمد فتحي 21 مرة رقم مميز جدا ليه أحمد فتحي أحمد فتحي تاني أكتر لاعب عمل تمريرات طولية بعد عمر السلية عمر السلية 19 أحمد فتحي 13 منهم أربعة صح التمريرات القصيرة لأحمد فتحي كمان هو أكتر لاعب عمل تمريرات في المباراة عمل 58 تمريرة وده رقم مميز لأحمد فتحي وكمان كلم حول على المرمى وفي لقطة مهمة جدا لأحمد فاتحي منع فيها هدف اللي هي اللقطة اللي كانت في شبوسةADAك لقطة دي منع فيها هدف محقق ده أحمد فاتحي بيلعب مساك هنا وطبعا هو مركزه مش مساك فبسم الله ما شاء الله بتحطه في اي حتى أنا بعتبر اللقطة دي واحدة من لقطات المباراة لأحمد فاتحي بصراحة اللقطة اللي أنقص فيها هدف محقق غير برضو اللقطة اللي بعد كده اللي هنتكلم فيها مع محمد الشناو ولكن اللقطة دي تستحق التحية لأحمد فاتحي عليها وزي ما قلنا أكتر لعب قطع الكرة في الماتش أحمد فاتحي واحد وعشرين مرة وبالتالي أحمد فاتحي بسم الله مشاء الله زي ما شفنا التغطية والكفرينج الجوة يعني بسم الله مشاء الله ده بالنسبة لأحمد فاتحي بعد كده برضو الشناوي الشناوي النهاردة أنقص فرستين محققتين اتنين الاتنين جوهة صندوق دي برضو تعتبر ان هي ساعدتنا النتيجة تطلع بالشكل ده الشناوي عنده ثبات في الفترة الأخيرة كالعادة الحقيقة يعني هو خرج على الكرات العرضية بشكل صحيح أربعة من أربعة لو شفنا حتى الانفراض اللي هو أنقصه فيه الشنادي الأرقام قدامنا على الشاشة أنقص اتنين انقص داخل الصندوق خروج صحيحة العرضيات أربعة من أربعة ولا واحدة غلط خروج صحيح من المرمى لإبعاد هجمة ثلاثة يعني أرقامه طبعا استقاب الهدف وعمل حداشر تمريرة طولية وبالتأكيد الشناوي لو استعرضنا برضو الانفراض اللي شاله فالشناوي برضو كان واحد قادل الانفراض قادلت لعب التمرير طولي في ظهر المدفعين الشناوي شالها على مرتين واحدة والتانية وبالتالي الشناوي برضو دي واحدة من لقطات المباراة لمحمد الشناوي زي ما جيبنا بتاعت أحمد فتحي محمد الشناوي كذلك رقم أربعة في تقييم أو تحليل أداية اللاعبين بصراحة أليو باتجي أليو باتجي منجرد نزوله الشكل بتاعنا تغير مهاجم مكسب كبير جدا للنادي الأهلي هقول لحدك على أرقام مميزة الأليو باتجي أليو باتجي استلم الكورة من زملائه يعني هو نزل في ديئة 57 يعني لعب 33 دقيقة استلم الكورة بشكل صحيح من زملائه 15 مرة ولا مرة استلم الكورة بشكل غلط التمريرات بتاعته 9 من 11 يعني عنده 2 تمريرات خطأ من 11 فاز بكامل تحام هوائي 3 ده محطة بينزل بيستلم بشكل كويس جدا بنعرف نطلع عليه قطع الكورة مرة وفقد الكورة مرتين وكان ليم حولتين على المرمى في 33 دقيقة ألعبهم منهم واحدة صح اللي أجل ألعبها براسه وبالتالي أنا شايف أن قال يو باتجي مكسب الحقيقة مزعج مهاجم شارس عنده حتى لما نزل في مبارات سانداونز نزل وهجام راح وجاب ضرب الجزاء برضو النهاردة لما نزل أنا نفسي ياخد بصراحة من البداية باتجي أعتقد أن هو مهاجم مكسب كبير أول للنادي الأهلي حيفرق بشكل كبير جدا أنت الفترة الجاية بتبني عليها باتجي واحد زي باتجي ده لما ياخد ويسجل في المبارات الجاية حياخد السقة كذلك رمضان صبحي لما يرجع حيفرق برضو لما يرجع يعني أنت عندك باتجي ورمضان صبحي لما ياخده أعتقد أنهم هيدوك في قوة وشراسة هجومية كبيرة للنادي الأهلي كذلك برضو وليد سليمان يمكن لما نزل كلمه حولتين على المرمى محمود وحيد لما نزل عمل عرضيتين فالتغيرات برضو كانت نوعا ما جيدة ولكن باقي أرقام اللاعبين لو بصنا على أيمن أشرف أيمن أشرف ليه رقم مميز في حتة الدور الدفاعي يمكن هو قطع الكرة 15 مرة ما كانش ليه دوره هجومي كتير يعني هو عمل عرضيتين بس صح ده بالنسبة لأيمن أشرف أليو ديونج أعتقد أنه محتاج شوية فترة يريح في مباراة لأنه أرقامه ما عادش زي اللي هي ما عادش بيعدي مثلا 12 في قطع الكرات أو كده فواضح أن الجانب البدني عنده محتاج يريح شوية قطع الكرة النهاردة 9 مرات مقارنة مثلا بالسلية 17 مرة كنا دايما بنشوف المباراة اللي قبل كده قاليو ديونج بيتفوق في الرقم ده على السلية لكن السلية بسم الله ما شاء الله بيمر بحالة زي ما قلنا ولا أروع في الفترة الأخيرة محمد مجدي أفشا صنع فرصتين وكلم حولتين قدم برضو يعني نوعا ما مباراة صنع فرصة للشيخ وصنع فرصة ليه فتحي فيه اتنين كمان لعيبة لأجنحة بتاعتنا بالنسبة لأحمد الشيخ وبالنسبة لحسين الشحات أحمد الشيخ أنا شايف أنه أرقامه نوعا ما جيدة الأرقام بتاعته أنت بتتكلم في لعب أكتر لعب عمل محاولات على المرمى الشيخ أنا شايف الشيخ بيحاول بصراح الشيخ بيحاول وبيروع عمل أربع محاولات اللي دور دفاع كويس قطع الكرة 9 مرات أنا شايف الشيخ لا مش وحش يعني الشيخ بصراحة جيد قطع الكرة 9 مرات صنع فرصتين عمل أربع عرضيات عمل محاولات على المرمى يعني تحس أنه فعال نوعا ما حسين الشحات بيمر يعني النهاردة ما كانش كان أداءه غير موفق شوية ما كانش ليه محاولات على المرمى وما صنعش ولا فرصة نوعا ما كان قال استلام للكرة برضو فقد الكرة برضو أربع مرات ده بالنسبة للجناحين يعني حسين الشحات شايفه غير موفق أحمد الشيخ شايفه أنه قدم أداءه نوعا ما في الدور الدفاعي وفي المحاولات على المرمى نيجي بقى المروان محسن مروان محسن مسته في الفوز باللتحمات الهوية ولكن ما قامش بمحاولات على المرمى عكس باجي باجي لما نزل كان أكتر شراسة شوية كان بيروح عجون أكتر يعني مروان ما كانش ليه ولا محاولة في التسعين دقيقة ما عملش ولا محاولة عكس باجي نزل تلاتة وتلاتين دقيقة راح أجون محاولتين فهنا أنا بشوف أن باجي مزعج شارس مهاجم أفريكي برضو مكسب للنادي الأهل بصراحة ده بالنسبة للباجي إذا ما نستحق أن يكون نجم هذه المباراة عمر السلية عمر السلية الأول عمر السلية ثم أحمد فاتح ثم أحمد فاتح بالفعل هم يستحق الحقيقة الاتنين أن يكون أفضل نجوم هذه المباراة أنا بشكر لك شكرا جزيلا دكتور شكرا وبالتوفير للنادي الأهل إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور أحمد سابت هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كريم سعيد هتكلم معاه في أشياء فنية أهمة جدا وبعد كريم الحقيقة هكون معاه أيضا كابتن نصر عباس كابتن نصر عباس بيقولي أنا بحضر لك شوية مفاجئات هتشوفهم على الهواء مباشرة مع حضراتكم ولكن خلاني نطلع بس فاصل وبعد الفاصل هنستقبل كريم سعيد وهتكلم معاه في أشياء أهمة جدا في النواحي الفنية للنادي الأهلي في هذه المباراة أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب زميلنا كريم سعيد هنتكلم معاه في أمور كثيرة جدا تخص النواحي الفنية كريم إزاي بسرحك عبد السلام بسرحك كل مشاهدي قاتلين لله طيب خليني أبدأ معاك على طول نعم والسؤال الأول قبل بس ما أتكلم في النواحي الفنية تفتكر هل أن الأرقام القياسية وتحقيقها قد أثر بشكل سلبي على أداء لعبة النادي الأهلي النهاردة في ظل أن أنت المباراة لقم سبعتاشر نعم من الممكن أن تكون وده سؤال بيسأله الجمهور طب طب لأ أنا أعتقد لا ما عملتش أي ضغطة على اللعيبة نحن حتى شفنا أن اللعيبة من منذ تحقيق حتى الفوزة التلاتاشر وبداية كلامنا على الرقم القياسي والاقتراب من رقم مانو الجزيل السبعتاشر ما أعتقدش رنيف فعله ودماغه أو عقليته وأثرت للعيبة أنه نحن دايما بنلعب على الحتة دي لا خالص أنا أعتقد أن اللعيبة النهاردة واضح جدا 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 الإجهاد وأكيد كابتن حمد السيطي هو ده اللي إحنا يعني بعض الحاجات اللي حانتكلم أو مفاتيح تحليل مباراة النهاردة هم حاجتين الإجهاد ويمنافس أكتر ما إيه للشكل بتاع النهد الألوة هنعمل مقارنات عشان نوضح لكن أنا في وجهة نظري الرقم القياسي آه اللعيبة عارفة وعارفة أنه هيتسطر في تاريخهم بس ملوش دعوة خالص بيه اللي إحنا شفناه في التسعين دي طيب إيه اللي إحنا شفناه في التسعين دي اللي إحنا شفناه في التسعين دي اللي كابتن حمد السيد نجح فعلا بطريقة أربعة واحد أربعة واحد إنه يقفل قطر وسط تماما للنادي الأهلي خطة كتواضحة جدا في أرض الملعب اللي أربعة وقفين أربعة ودام منطقة الجزاء وبيضغط بحسام حسن واحد من أفضل من أفضل مهاجمين رؤوس الحربة في الدوري بصراحة حسام حسن في الاستلام حسام حسن النهاردة عمل دور مميز جدا جدا في نص ملعب النادي الأهلي في حاجتين في عملية الضغط على حامل الكرة واللي بيطلع بها من نص ملعب والحالة التانية اللي هو بصراحة مميز قوي من أفضل المهاجمين المصريين اللي بيستلم الكرة تحت ضغط تحت ضغط وبييجبرك على حاجتين ليعدي منك يرفي بيك لياخد منك فاول خد كمية فاولات في نص ملعب النادي الأهلي على مدار الشوتين كانت عدد كبير جدا ووضح إزاي الكابتن حماد الصدي كان بيعتمد عليه كمحطة لعب وما اعتمدش عليه نشوفناش يعني الهجمات الخطرة لنادي سموحة جاية عن طريق حسام حسن خالص كانت عن طريق الطرهونيو كان عن طريق ديوب من خلال الاختراقات اللي تمت بيت خلال الكرات الطولية طيب النادي الأهلي ليه النهاردة شوفناه الحد ما متحجم شوية لأن تم إبعاد عمر السلية ومجدي أفشة عن عملية استلام الكرة وصناعة اللعب أول ما النادي الأهلي بيبعد عن الحد تدي بتشوف النادي الأهلي على طول بيلجأ للكرات الطولية وهنا احنا مضطرين نعمل مكرنة بسيطة بين أفضل مطش للنادي الأهلي كأداء في عرض الملعب من التمريرات وصناعة اللعب والنهاردة فأنا هجبت مطش النادي الأهلي وطلع الجيش واحد من أحلى مطشات النادي الأهلي السناني مع اختلاف طبعا المنافس النادي الأهلي في مطش طلع الجيش هننعرف هو لعب على الأرض كتير ولا أكبر على أسلوب لعب المنافس هنبص على الكرات الطولية وانسى أن النادي الأهلي رجأ للكرات الطولية قدام منافس محلي مش أفريقي قدام منافس محلي نحنا برضو متكلم مثلا ما قدرش أقارم بين أندية مصر وصاندونز اللعبة مستواها الفردي مرتفع جدا أنا ما نبص على رقم مهم جدا جدا وهو الكرات الطولية اللي عملها النادي الأهلي النهاردة النادي الاهلي النهاردة عمل تسعة وخمسين كرة طولية قدام فريق محلي حينا دي نقطة مهمة دي نقطة خطرة بالضبط نفس الامر اللي اكبرنا عليه الكابتن اهاب جلال في مطش النادي المصري الكابتن اهاب جلال اكبر النادي الاهلي في بداية المباراة كنا امضت قدمين هل التعب هنا انا كلعيب اه طبعا نعم طبعا يعني انا كلعيب اقول انا يعني احسن ان انا اعمل اوحدة طويلة طبعا طبعا الاسهل الاسهل لي اسهل لي طبعا اشهل لي وخريبا يا جابتن انت بتتكلم على خماسي افل لك واست الملعب طبعا مع افلت سموحة طبعا الاربعة واحد اربعة واحد بتاعها تسموحة بصراحة كانت مميزة جدا الخمسة اللي موجودين في نص الملعب بيجروا بشكل كبير جدا والللاقة بدلية النهاردة النادي سموحة بصراحة كانت مميزة وفضلت معهم للدقايق الاخيرة في المباراة بس كان اساس المشكلة اللي كانت عندنا الاهلي هي عدم وجود لاعب بلاي ميكر بياخد الفريق من نص ملعبنا لنص ملعبنا وانا هنبص برضو على رقم مهم جدا وهو ارقام اللعيبة اللي بتمثل البلاي ميكرز او صناعة اللعب في النادي الاهلي واحد بتتكلم على اتنين عمر السلية ومجدي افشا عمر السلية في كتوتل استلم الكرات في المباراة تمانية واربعين كورة مجدي افشا تسعة وعشرين كورة وبالتالي ده ارقام قليلة جدا منها كمان جزء منها تعمل في نص ملعب النادي الاهلي يعني اذا احتسبنا ان فيه عشرة في المية من الكرات دي او عشرين في المية حتى من الكرات دي تم استلامه في نص ملعب النادي الاهلي احنا هنا بنقلل كمان من خطورة الفريق وبالتالي شفنا ان النتج عن الشكل ده شوط الاول او قبل بالذات الديقة ستين النادي الاهلي ماقدرش يصنع فرص خطرة على مرمى الهانس لمان سوى بالتزديدات البعيدة فقط هادي كانت الوسيلة الوحيدة لنا خلال الستين ديئة بدأ الامر يتغير تماما مع نزول اليو باتجي ليه ان خطة اللعبة تغيرت وانس خطة اللعبة تغيرت بدأ يعملوا حركة الحلقة قلتها نلاعب وهو بيفكر انا النهاردة ما نحضر كله على الارض سهلة ولا لعب الكرة الطولية ولا لعب الكرة عرضية اللعبة الطولية ولا عرضي ليه كل ما طلوب مني في العرضي بامشي على الخط وارمي الكروس وتبقى المسئولية اتجهت للصنائي الهجومي بعد نزول باتجي بدأنا نشوفها خطورة لان اتقالي حتى لو خطورة لحد ما جات في بعض الحز من الكرات العرضية اللي تلعبت وخبطت في اليو باتجي وخبطت في احمد الشيخ هي حز ولكن الخطورة الفعلية بدأت على مرمن هالي سليمان لما رينيف فيلر قرر انه يغير خطته بدأ ما يلعب بمهاجم واحد ويلعب باتنين رؤوس حربة بس معها تكملت ان طبعا ما فيه صناعة لعب ان انتش تتحول انك تلعب باتنين مهاجمين اتطريت انك تطلع مجدي افشا من الملعب وديت واجبات واضحة جدا لوليد سليمان خليك على الطرف ده بقى في الاخر بقى خالص لكن في الربع سهل اخير لكن انا بتكلم عن التغيير واضح جدا ان الوليد سليمان مش نازل كبديل لمجدي افشا كبلاي ميكر وليد سليمان كان واخد الطرف لان الوليد مميز جدا جدا في عملية ارسال الكروسات وكان واضح نعايز يلعب اكبر عدد من القراط العرضية لمروان واليوبادجي عشان يقدر يستغل الداية الباية لكن اكيد احراز سموح الهدف والطرد لحلقة تفضلت وقلت بس انا عندي هنا برضو سؤال هو نعم النادي الاهلي من وجهة نظري كان افضل كتير طبع بعد طرد رمي ربيعة ما عرفش ليه وبعد الطرد يعني عشان طبع انا اقصد ان بعد الطرد نعم النادي الاهلي في الربع ساعة الاخيرة نعم عمل اعتقد كرات عرضية يعني انت ممكن تلاقي الارقام عندك نعم عمل كرات عرضية وشاط افضل على المرمى بالعكس اذا ضغط على النادي سموح ليه بقى باستثناء كرة او كورتين طبعا النادي سموحة لما وجد نفسه ان هو متقدم في النتيجة اتفاجئ اتفاجئ جدا ان انا وكانش محضر ان هو ممكن يتقدم في النتيجة كان واضح جدا طريقة اللعبة انا عايز اللعب على القراط الطولية نفس الطريقة بتاعت سانداونس انا هرم الكرات الطولية بضهر ورا الاتنين الظاهرين على الاطراف واحاول احد ما ان انا اخرق الفرص بتاعتي من الشكل الهدف طبعا اللي جيبها عن تزديدة رائعة طبعا من ديوب بصراحة بحقيقة عليها كرة حيل وقاوي واحدة بالتزديات اللي قلمها بنشوفها في الدول المصري الفريق يتفاجئ وبدأ كل فكر اللعيبة انا عايز احافظ على النتيجة حتى رغم طرد رامي ربيع وهنا جات نقطة مهمة جدا وهي شخصية لعبة النيدر اهل اللي احنا بنتكلم عليها السنة دي بشكل مختلف عن السنوات اللي فاتت الشخصية ان انا حتى ورغم التأخر ورغم النقص العددي اللي انا بمور به فايلة لعمل تغييرة ممتازة ان انا لعبت به التلاتة مساكين وقفتهم بشكل ان انا نهاردة احمي القلب بتاعه بالزبط كده هلعبهم بلعب بشكل تلاتة مساكين وابدأ النهاردة اشير احمد الشيخ فنازل محمود وحيد هو اللي طياره وابدأ النهاردة احاول الغل عشان مخرجش بالزبط مخرجش خسران وهنا الطريقة او التفكيرة بتاعت فايلة كانت ممتازة شخصية اللعيبة في ان نلغط لعبة سموحة رغم من لعبة سموحة ازل ومفوض حتى ساعتك لعبة سموحة كل حاجة تفكر فيها ان نادي الاهلي في خط الوسط عنده صغرى ان انت نهاردة بتلعب ناقص في العدد مجرب بس ان عمر السلاء او ديانج يضغط عليك امسك الكورة وحاول تتراجها كتير او طعب بي او تطور بالزبط لكن هم يقدوش يعملوا كده ليه لان اللعبت نادي الاهلي بدأ النهاردة يبقى فيه جامد جدا فيه الضغط لعبة نادي سموحة كل همهم لان انا عايز احافظ على النتيجة فكل العوامل دي تسببت في الشكل اللي حشوفناها والطريقة الوحيدة في وجهة نظري للتهديف للنادي الاهلي وهي القرات العرضية او الساكنبول الساكنبول لو احنا نشوف في نهاية المباراة كان الو ديانج بيقدر ياخدها بشكل جيد ايمن اشرف بصراحة لازم اشيت بيه جدا 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 فمسألة الضغط العرضي بمعنى نادي سموحة لما كان بيتفشه القرات العرضية النادي الاهلي كان بيتفشوها العرض وبالتالي ايمن اشرف كان بيخش دايما للعمق عشان يقدر يقطع الكرة ويحمي الهجمات المرتدة لنادي سموحة وتاني دي بترجع برضو نقطة مهمة جدا العبن الاهلي رغم كل الظروف السلبية اللي واجهوها في نهاية المباراة قدروا ان هم يرجعوا في التعادل وكان طبعا بسببها التزديدات الخارجية اللي كانت نتجة عن الكرة التانية اللي احنا تكلمنا عليها طيب اه آليو باجي ومروان احنا شفنا آليو باجي برضو ما بيلعبش راس حربة راس حربة نعم طبعا نزل كتير طبعا نعم نزل اه بينزل تحت كتير وهو اللي تقريبا كان نعم بيستلم الكرة انا حسيت ان هو يعني بيلعب تسعة تسعة عشرة عشرة اناسف اكتر منها راس حربة او يعني تحت الرأس حربة اكتر منها راس حربة ده طبيعي ليه ان هو خلاص اختار ان هو يتخلى عن صانع اللابة بتاعه وما يقدرش يطلب من عمر السلية ان هو يتقدم ويلعب قدام آليو ديان كواحد قدام واحد دي مستعيلة دي خاطرة جدا لانه وانس ان عمر السلية هيضغط ويضرب كده هيروح على اقل تأدير الاتنين اللعيبة على آليو ديانج فبالتالي هتصنع فرص كده او هجمات مرتدة كتير نادي سموها وبالتالي كان مجبر ان هو يسيب عمر السلية على نفس اللاين مع آليو ديانج وبالتالي هنا القرار عندي انا مجبر نقول لآليو باتجي حاول تنزل انت شواش انت سريع آليو باتجي بصراح عنده ميزة انه ما بينزل يستلم الكرة عنده نفس السرعة اللي بيقدر يرجع بيها لمنطقة الجزاء مروان الحد الماء الحتة دي ولكن اعتقد الشكل اللي احنا شفناه بعد نزول آليو باتجي ربما كان هو ده الشكل اللي كنا نتمنى كان يبدأ بيه انت ربما انت عارف انك بتلعب مباراة خلال ثلاثة ايام عندك طبعا مشكلة اكيد بدنية في حت صناعة اللعب وقدام فريق طبعا وفريق متمرس جدا يعني واحد من المدرين فاني بعفوا يقفلوا بشكل جيد جدا فاذا مثلا لو احنا قلنا الرقم بتاع القراط لعرضية كابتل الاسلام في مباراة النادي الاهلي خمستاشر نجح منها خمسة لو انا في وجهة نظري لو تسعين دي اوصلنا الرقم ده لاربعين او خمسة واربعين كرة عرضية اعتقد كان يبقى نسبة او فرصة ان احنا نهدد مرمة لهادين سليماني هتوصلها ازاي الاربعية؟ بان ابدأها من بلات المباراة من بلات المباراة النادي الاهلي ما يقدرش يلعب قطع عرضية كتيرة ليه؟ لكان اللعب كله منحصر ان انا اوصل لنص ملعب نادي اسموحة واحاول اختارك او لو مختلقتش العب الكراط الطولية اللي احنا اتكلمنا عليها كتيلين بصراحة ما جدي افشى عشان يبدأ ينزل كتير نص الملعب ما كانش عنده المساحة دي لان فيه الناس بتغطي عليك ووضع جدا برضو ان اللعيبة ما زال فيه بعض الارهاق وعمر السلية برضو طبعا لنا واضح جدا بس احنا انا بحاول يعني تبقى الناس فاهمة فيه انتجة سلبية اه لكن احنا بتوع رياضة الناس بتوع كورة عمرك بتنتظر من اللعيبة ان هي تديك نفس المستوى على مدار الموسم وكمان على مسابقات مختلفة وكمان منفسي مختلفين النهار دي اسموحة بصراحة بدنيا في قمته زهنيا في قمته لاعب النهار محمد طرهوني كان مميز جدا جدا في مسألة صناعة اللعب هو محمد طلعت في النزول تحت حسام حسن حسام حسن كل الكرات السنية تقريبا بصراحة استلمها وخد منها كمان فاولات الحتة الوحيدة بس لها تبقى انا بصراحة اتمنى اقولها لأحمد الشيخ ان هو نقطة التدخلات السنية محتاجين ان احنا نشتغل عليها اكتر نعم فقط اخيرا بقى لو القادم سريعا جدا طبعا عندنا مباراة نادي امبي يوم السبت كابتن حيمة طلان الشكل اعتقد بنسبة كبيرة هيبقى مشابه هيبقى مشابه للنهاردة مع نقطة وحيدة بس ان نادي امبي عنده محمد شريف لعب نادي الاهل السابق واحد من اسرع من اسرع اللعيبة في الدوري فاللعب على الكرات الطولية اكيد لازم نجهز ان شاء الله خلال الايام الجاية ياخد باله من الحتة دي انا بشكرك شكرا جزيلا كريم شكرا جزيلا كريم سعيد هطلع فاصل واستقبل كابتن نصر عباس نشوف ايه هي المفاجأة اللي عملها لي كابتن نصر عباس اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين خلوني اراحب بضيفي كابتن نصر عباس ونشوف ما هي مفاجأة نصر عباس اليوم كابتن نصر تحية لي كابتن من اسلام وتحية كل سادة المشاهدين طيب ما هي مفاجأة اليوم تمام اذا كان هناك مفاجأة انا في قبل التحليل كلمنا على ان الفار وهو المفترض ان الفار بيصحح او بيصحح الاخطاء او بيكون عامل مساعد الحكم في ان هو ينجح الموراة او تكون الاخطاء قليلة وكلمنا قلنا ان الفار مهم جدا يكون اللي موجود فيه عنده خبرات يكون عنده الضرايا بفهم القانون حاجات كترة جدا جدا اتكلمنا فيها قبل الحلقة كابتن الاسلام نجي نروح باهم حالات الموراة طبعا هو في حالات كتيرة ولكن احنا استخلصنا تلت حالات تقريبا او اربعة اللي هم يمكن هم محور الكلام كله عن الفار وعن حكم الموراة تمام تفضل خلينا نبدأ بالحالة الاولى نشوف الحلقة كتب سامير نشوف الهدف الاول لسبوح كتب سامير بس من فضلك بس انا يعني نمرة واحد انا عاوز بتمركز الحكم نمرة واحد نمرة اتنين ايه وكتب سامير تمركز الحكم كانت من اسلام هنا تفضل في زوية رؤية واضحة جدا ستوب احنا نتكلم تمركز الحكم واضح جدا جدا عنده المخالفة وما فيش حد حاجب عنه الرؤية نشوف مين اللي نجح في لعب الكرة يا كتب سامير نمشى سامير كده ونشوف مين اللي نجح في لعب الكرة الاول هنا متجبالنا من العادة احسن سامير هاتنا من العادة يا كتب سامير وهنا هنا السولية يا كتب وصل للكرة هو مين نجح في لعب الكرة خلي بالك هنا اللعب تاني كان عنده فرصة لعب ولكن اللي سبق ولعب الكرة قبليه عمر السولية وبالتالي هتلاحظ لنا رجل الشمالة كانت من اسلام رجل الشمال اللعب اللي هو سموحة المهاجم بدل ما هي لعب الكرة راح مكمل في اللعب هنا محمد عادل بما ما ما كنش شاف المخالف وممكن ما كنش شاف انه هو قريب جدا ما شافش المخالف اللعبة مشيت راحت رايحة هدف في مرمى لدى الاجب هنا الفار بيوقف يقول له دي ليه ما فيش ستارت ما تستقنفش الا لما نتحق من الحالة ونشوفها كان يجب بقوله هوت كان يجب على الفار ان هو ان فيه هدف جه من مخالفة تصبكه مخالفة كان يجب على الفار ان هو يتدخل فيه هذا الحالة لان ده هدف انا بعتقد ان فيه مخالفة تصبك هذا الهدف وبالتالي هنا مخالفة على مين يا كابتن مخالفة على لاعب سموحة تمام مخالفة على سموحة نشوف تاني يا سامير عشان الناس تبقى والناس كلها تبقى شايفة الحالة اللي نجح في لاعب الكرة هو عمر السريع وبالتالي هنا المخالفة هنا الركل موجودة كابتن هنا الركل هنا موجود برجل الشمال في اللاعب كان هنا على طول الحاكم يصفر هو ان حاكم ماخدش باله او مصفرش طب انت هنا فايدة الفار ايه كابتن فايدة الفار ان هو قبل ما الحاكم يستأنف بالهدف يراجعوا فيه القرار ويقولوا ان كان فيه مخالفة تسبق لها فبالتالي انا انا شايف ان هنا الفار في هذه الحالة لم ينجح في تحقيق العدالة في هذه الحالة اللي هو هدف سموحة تمام اذا من المفترض ان ده يتم او بعد المفروض كانوا يرجعوا للفي ار بالزبط وبعدها يتم الغاء هدف ندي سموحة بالزبط كده جد دي الحالة الاولية دي الحالة الاولية هدف غير صحيح هدف غير صحيح محتسب لسموحة لانه يسبقه مخالفة قبل تسجيل الهدف تمام خلينا نروح حالة التانية حالة التانية كابتن مهمة جدا 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 لواضح ان هي راك الجزاء مش متى لا هقول هو يمكن بعيد سن انا معاياك كابتن اسلام ولكن لاتنين جواب ستمنتاشرة اولا اللاعب داخل مطال الجزاء واضح هنقول ان الحاكم يمكن مقدرش يعني ايه ياخد القرار هل هي داخل او خارج هنا احتسب المخالفة ان فيه لمسدير احتسبها هنا في حاجة اسمها الحقيقة المكانية ايه هي يا كابتن التسلل لكابتن اسلام الحاكم بروح يشوفه التسلل اه يعني التسلل هدف غير من التسلل بيقوله ايه البروتوكول اللي بيشوفه وبيبلغ الحقيقة المكانية ايه هي ان كرة خرجت او ما خرجتش دي بتاعت الفوار داخل مطالة الجزاء او خارج مطالة الجزاء دي بتاعت الفوار اللي حصل هنا خطأ في تطبيق بروتوكول الفوار لان ايه انا مفروض في الحالة دي دي حقيقة مكانية الحدث من داخل مطالة الجزاء كانه مفروض محمد عادل ايه وهو في مكانه وهو في مكانه يتلقى في ان الفوار يقول له ان هي من داخل مطالة الجزاء ما كان يجب عليه ان هو يروح ويشوف ايه يا كابتن افرد كان هو شاكك لا هو ده حتسب يا كابتن ما احنا اتفقنا او حسب ما ممكن يكون حسبها من برة ممتاز ممتاز مين اللي اديك الحقيقة المكانية ال vr هو اللي هي دهلك ايوة موه انا بقول لك هو عايز تأكد بنفسه لا الحقيقة المكانية زي ما قلت لك التسلل التسلل لكابتن الهي اه يعني انت تقصد ان هو هنا خلاص حسب المخالفة حسب المخالفة والحقيقة المكانية دي مش بتاعة انا لان انا عندي شك فيها وبيلتالي المفترض انا باخد القرار باخد القرار من الفار اني انا احسب راكرة الجزاء من داخل منطقة الجزاء وكان مفروض هو في مكانه وكابتن إسلام وهو في مكانه بيدي الإشارة اللي هي بتبقى موجودة وبالتالي بيروح حاسب راكلة الجزاء مكان يجب على محمد عادل لأنه شايف هنا فيه التطبيق خاطئ للبروتوكول هنا التطبيق خاطئ لأنه هو مكانش يجب إمتى نروح للفارة يا كابتن إسلام لما يبقى فيه تأذير عندي أنا لعبة متأكد منها بروح أشوفها أنما الحقائق المكانية اللي هي داخل منطقة الجزاء أو خارج هنا بتاخد الوردر من دي موجود في البروتوكول دي في البروتوكول وهنا التطبيق خاطئ احنا قلنا التطبيق لابد إن إحنا بنفس تجربة أو بنفس تجربة معلش قدنا بنعلم بالزبط كده دي حاجة من دم الحاجات اللي إحنا نكلم فيها إن هنا التطبيق ما كانش صحيح في الراكلة الجزاء اللي تم احتزابها وراكلة الجزاء كانت صح لها حتى لو راحنا للتنفيذة كابتن هنا بنشوف إن حارس التقدم حارس المرمى اسموها تقدم يعني لو هنا الكرة لم سلطت كان صارت إن هي تتعاد والبروتوكول يديره القرار نروح بقى اللعبة الأخيرة كابتن برضو قاله هنا حالة إن هنا إحنا قلنا إيه قلنا وضع اليد إحنا بنشتخل على وضع اليدة كابتن ناسمها وضع اليد أنا شاف إن وضع اليد هنا طبيعي جدا جدا والكرة تصادم في بطنه أو في جسمه أو في صدره وبالتالي لا يوجد إطلاقا لركلة جزائق لليده أساسا ما لمسهتش الكرة بالضبط يعني الكرة جاية هنا هم أعطلوا طبعا على إن في مخالفة بالإيده لكن أنا شايف إن هنا لا توجد مخالفة لإن هنا الكرة تصادم بالسدر أو بالبطن وبالتالي هنا استمر اللعبة كان قرار صحيح من الحكم لم يلجأ إلى الفار فيه وبعد كده نهل بورا الخلاصة إيه كابتن سلم الخلاصة كابتن إسلام إيه هي إن إحنا بنكلف حاجة مهمة جدا وبالتالي إحنا قلنا في البداية إن تقنية الفار يجب أن تتدخل في القرارات الحاسمة الواضحة الظاهرة الفائدة أنا شايف إن كان يجب تدخل الفار في هدف الأول اللي هو حدث في الشوت التاني وبالتالي كان يجب إن إحساب مخالفة قبل تسجيل الهدف وبالتالي هنا الفار هنا لم يتدخل نفس الشيء في ركلة الجزاء قلنا الحقيقة المكانية تانية لكل الناس البورتقول يمنع إن الحاكم يروح ليه الفار وبالتالي من مكانه كان يدي الإشارة اللي هي بتاعة السجنة اللي هي في احتساب ركلة الجزاء ويصفر وهو في مكانه في احتساب ركلة الجزاء شايف إن هنا الفار أعتقد النهاردة لم يحقق العدالة في هذه المباراة وشايف إن فيه هدف جيه وهذا الهدف جيه تسبقه مخالفة واضحة جدا جدا لعمر السورية اللي نجح في لعب الكرة قبل أن يسجل سموح الهدف طيب إيه المطلوب من الحكام خلال الفترة القادمة لتطبيق هذه التقنية اللي بتساعد على تحقيق العدالة أو من المفترض أن هي بتساعد على تحقيق العدالة مشاكل حصلت الملع في مقاش المقاولين والطلاقع وقلنا إن مازال حتى الآن الحكام محتاجين يتدربوا الحكام محتاجين يفهموا القانون الحكام محتاجة إن هي تشتغل على الفيديو تيست تشتغل على الأوسائي التيست تشتغل على الاعتبارات القرار كابتل الإسلام النهاردة القرار ما بيجيش فجأة القرار له اعتبارات واعتبارات القرار دي تمثل الحكام بيبقى عارف كويس قوي قوي إمتى حسب لمسة الرياد وإمتى ما حسبش لمسة الرياد إمتى تتدخل بالقرار كلام ده كله محتاج تدريب كبير جدا جدا سواء من حكم الساحة أو من حكام الفوار لإن إحنا بقولوا يا رب عندنا تقنية وحاجة جميلة جدا ولكن التطبيق مازال حتى الآن أنا شايف التطبيق لم يرتقي للنجاح اللي إحنا كنا نأمله خاصة في الحالات الواضحة اللي إحنا شوفنا يا كابتل إسلام عموما أنا تمنى أن يكون التطبيق خلال الأيام القادمة أن يتم التطبيق بشكل جيد يا كابتل ناصر ونحاول على قد ما نقدر أن إحنا نقول بعض الملاحظات الواضحة جدا لأن من المفترض أن تطبيق تقنية الفي أر لتحقيق أقصى عدالة ممكنة بالضبط في كرة القدر فأنا نتمنى أن دا يحصل إن شاء الله بإذن الله أنا نتمنى إن شاء الله وقلنا دا مش حقيقي غير بالتدريب وبالجهد وبمشاهدة الفيديو تيست وحاجات كترة جدا جدا ناجب على الحكام أن هي تشتغل عليها في الفترة اللي جاي مطلوب من لجنة الحكام أن هم يكتروا شوية من التدريب بالنسبة لحكام الفي أر بالضبط نتمنى أن دا يحصل أنا بشكره شكرا جزيلا لكابتل ناصر شكرا جزيلا لكابتل ناصر عباس الأهلي في أول تعادل بعد 16 مباراة فوز بيتعادل النادي الأهلي مع نادي سموحة بهدف لكل فريق في الدقائق الأخيرة من ركل الجزاء صحيحة 100% والفار أنصفة النادي الأهلي في آخر المباراة الحقيقة ولكن لو على كلام كابتل ناصر من الممكن أن تكون هناك أو من الواضح أن هناك بعض المخالفات أو مخالفة واضحة أثرت على نتيجة المباراة ولكن نتمنى أن نشوف أفضل من كده خلال الفترة القادمة أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله سأكون مع حضراتكم في ملعب الأهلي خلال الأيام القادمة أشكركم إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم قريبا